اكد سعادة المهندس وائل بناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الحرص على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة ضمن منظومة العمل البلدي خصوصا فيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات والأسواق وغيرها من المرافق البلديات الأخرى ونوها الوزير لمبارك خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس بلدية الجنوبية بما تم تحقيقه ضمن الخطة الوطنية للتشجير والجهود المبذولة من أجل الوصول للأهداف المرسومة ضمن هذا الإطار وأكد الوزير لمبارك على الدور الهام لمجلس النواب والمجالس البلدية في تطوير التشريعات بالعمل البلدي والشراكة في تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج الحكومية الموضوعة باعتبارهم شريكا أساسيا في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المملكة وشدد وزير شؤون البلديات والزراعة على أهمية الشراكة المجتمعية وضرورة العمل يدا بيد من أجل تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية بما يواكب التطوير العمراني الذي تشهده المملكة ويسهم في تحقيق الأهداف البلدية وتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر